مشاهدي قناة المكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 15 سنشتغل على التراكب الجمل الإسمية أنواع الخبر أقرأ وألاحظ كمال طالب كمال في قاعة المراقبة كمال يحن إلى وطنه كمال فوق منصة التتويج كمال أعماله مشرفة بعد قراءة الجمل سنمر إلى تحليل هذه الجمل فنلاحظ بأن الجمل كلها تبتدئ بإسم الذي هو كمال 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 فبالتالي هذه الجمل فهي جمل إسمية لأنها تبتدئ بالإسم فكل جملة ابتدأت بإسم فهي جملة إسمية الجملة الإسمية كما سبق وأن رأيتم فهي تتكون من مبتدئين وخبر إذن الإسم الأول يسمى مبتدأ والإسم الثاني يسمى خبر خبر يخبرنا عن الإسم الأول كمال هذا مبتدأ ابتدأت به وطالب خبر أخبرنا أن كمال هو طالب ثم كمال في قاعة المراقبة هذا مبتدأ وفي قاعة المراقبة أخبرنا أنه في القاعة يحن إلى وطنه هذا خبر أعماله مشرفة هذا خبر فوق منصة التتويج هذا خبر الآن سنرى أنواع الخبر إذن بعد أن تعرفنا على الجملة الإسمية وقلنا أنها تتكون من مبتدئ وخبر سنتعرف على أنواع الخبر في أحلل إذن لاحظوا معي أحلل وأكمل الجدول الآتي الجملة الإسمية المبتدأ والخبر فنقلنا كمال 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 كلها أسماء تبتدئ بها هذه الجمل فقلنا مبتدأ طالب يحن إلى وطنه أعماله مشرفة في قاعة المراقبة فوق منصة التتويج هذا خبر في الجملة الأولى كمال طالب نوع الخبر إذن طالب فهي كلمة مفردة أي كلمة واحدة إذن فالخبر مفرد يحن إلى وطنه لاحظوا حن يحن إذن فهذا فعل فابتل الخبر هنا جملة فعلية لماذا قلنا جملة فعلية لأنها تتكون من فعلين وجر نمزر الأصل هو الفعلية حن إلى وطنه يعني جملة فعلية أعماله مشرفة أعماله كمال أعماله مشرفة هنا أعماله إذن أعماله مشرفة أعماله مشرفة إذن كذلك اسم هذا مبتدأ وهذا خبر آخر فابتلي هذه جملة اسمية أخرى إذن فهي جملة اسمية الخبر جاء جملة اسمية جملة اسمية وصمنا جملة اسمية ففي الأخر كنقوله والجملة الاسمية في محل رفعين خبر للمبتدأ الأول كمال في قاعة مراقبة فهنا في حرف جار قاعة اسم مجرور بفي وهو مضاف المراقبة مضاف إليه فابتلي في قاعة المراقبة شبه جملة من الجار والمجرور كمال فوق منصة التتويج فوق من ضرف مكان كذلك هنا نوع الخبر شبه جملة من الضرف والمضاف إليه منصة التتويج لأننا قلنا فوق غير نسميه ضرف مكان طبيعة الحال فبعد ذلك عندنا هنا منصة التتويج مضاف إليه إذن الخبر جاء ضرفا أو ضرف مكان إذن رأينا من خلال الجدولي أن الخبر يأتي إما مفردان أو جملة فعليتان أو جملة اسميتان أو شبه جملة إما من الجار والمجرور أو من ضرف المكان أو الزمان نمر إلى السنة الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر والخبر إما مفرد كلمة واحدة أو جملة فعلية أو جملة إسمية أو شبه جملة من الجار والمجرور أو شبه جملة من الضرف والمضاف إليه أطبق آتي بثلاث جملة إسمية تتضمن الأولى خبرا مفردان والثانية خبرا جملة فعليتان والثالثة خبرا شبه جملة سنبدأ بالأولى خبرا مفردا الذكريات مثلا جميلة 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 فجميلة مفرد دان خبر مفرد ثم الخبر جملة فعلية المهاجر يعود للبلد المهاجر يعود للبلد جميلة فعلية ثم شبه جملة والثالثة خبرا شبه جملة أنت في صفرين أنت في صفرين أو النجوم في السماء النجوم في السماء فهون الخبر شبه في السماء شبه جملة من الجر والنجر نشبه جملتين النجوم في السماء ثم أستثمر أعين نوع الخبر فيما يأتي الفضاء واسع إذن أين الخبر أولا سنحدد الخبر واسع هو الخبر فنلاحظ كلمة مفردة كلمة واحدة إذن الخبر مفرد العلم فوائده كثيرة أين الخبر فوائده كثيرة فوائد كثيرة هنا جملة إسمية الخبر جملة إسمية جملة إسمية المهاجر عاد إلى وطنه عاد إلى وطنه هو الخبر سبق وأنقلنا المهاجر يعود للبلاد إذن هنا عاد فعل جملة فعلية النجوم في السماء إذن النجوم في السماء في السماء هو الخبر نوعه شبه جملة أتمم سؤال الموالي أتمم كل جملة من الجملة الإسمية الآتية بما يناسب القمر منير منير يعني مضيء فهنا الخبر جاء مفرد بين الأشجار إذن مثلا بين الأشجار من الذي كان بين الأشجار الدب بين الأشجار فالخبر جاء شبه جملة من ضرف المكان بين الأشجار في حينا في حينا الأمن في حينا الزهرتان جميلتان جميلتان هنا كذلك الخبر جاء مفردان القمر منير الدب بين الأشجار الأمن في حينا الزهرتان جميلتان بهذا نهي تمارين صفحة 15 طلقا صفحة 16 كما أذكركم بأنه يمكنكم متابعة الدروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستديجونا إما أسفل الفيديو في صنوغلوس وبالرجوع إلى البلايليست للقاء